موسيقى لأتبقى أمام المنامة فوزا ثاني للتتويج باللقب أما في حال فوز الأهل في المباراة الثانية فسيذهب الفريقان لمباراة فصلة يشهد منتخبنا الوطني لكرة القدم رحاله مساء اليوم إلى كوريا شماليا لإقامة معسكر تدريبي يسبق مواجهة المصرية مع كوريا الشمالية في التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس أسيا إذ سيلتغي المنتخبان الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثامنة حيث ستضم البعثة 23 لعبا إلى جانب الجهازين الفني والإداري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر